قرية بوطالب ببلدية الشقفة في تشيجل أحد أهم وأكبر المناطق الرائدة في زراعة وإنتاج مدة الويسة أو كما تعرف محلياً بالتزانة والتي عرفت هذا الموسم ارتفاعاً في أسعارها بالرغم من تراجع محصولها هي تصلح لكل شيء في الحقيقة لجميع الأمراض في التارث الزيد هي مع الكورونا هذه تمدل هدك اللي هو ما يدورش بيها العام هذا البروديكسيون رهي شوية ناقصة شوية ببرابور العمل الأخرين نظر للمرض هذا اللي موجود مع كورونا النس يخافوا في اللحين يخافوا الخدمتان يخافوا ليحتيكاك بعضهم البعض ناقصة لهذا الكورو التزانة الأسعار ارتفعت شوية ارتفعت شوية ب150 ألف تاريش لأن الإقبال زاد عليها لأن الإقبال زاد عليها الناس والتي تشرب تزانة بزاف تراجع محصول مدة الويسة لهذه السنة أرجعه بعض المنتجين وتجار الجملة إلى نقص اليد العاملة خاصة منذ ظهور كوفيد-19 والذي كان وراء ارتفاع أسعارها نظراً للإقبال الكبير عليها بدنا باش ننظموا هذه الشعبة المنتجين كرينا إن أسوسياشون جمعية مهنية لمنتج هذا الافيرفان علاش وهو بغرد باش نديروا اللابيليزازيون الويسام نتع المنتوج هذا وهذا باش يديني على التصدير شعبة زراعة مدة الويسة بحاجة للاهتمام أكثر والعمل على تنظيمها والتفكير مستقبلاً في تصديرها نحو الخارج